اشتركوا في القناة ركزت صحيفة صن البريطانية على الجدل الذي شهدته مواقع التواصل الاجتماعية بعد اللقطة التي ظهر خلالها النجم المصري محمد صلاح وهو يرمي زجاجة ماء بعد هدف الفوز الذي سجله زميله البرازيلي فيرمينو في الوقت بدل الضائع أمام باريسان جيرمن الفرنسي في دور أبطال أوروبا وكتب أحد المغردين على تويتر يبدو أن صلاح لم يكن راضيا عن كون فيرمينو هو من سجل هدف الفوز في اللقاء في الدقائق الأخيرة وكتب آخر صلاح لا يمكن أن يكون منزعجا من تسجيل فيرمينو لهدف الفوز أمام باريسان جيرمن لكن أحد المغردين وصحيفة صن البريطانية أكدت أن كاميرات النقل التلفزيوني ركزت على حركة صلاح في نهايتها وكتب أحد المغردين ردا على كل الإشاعات صلاح رفع يديه فرحا بتسجيل الهدف والكاميرا ركزت عليه حين قذف الكرسي بزجاجة الماء وقالت الصحيفة إن عددا كبيرا من المغردين أكدوا أن النجم المصري رفع يديه فرحا بهدف زميله البرازيلية وأن الكاميرا ركزت عليه حين أنزل يديه واعتبرت الصحيفة حركة النجم المصري بمثابة غضب منه على مستواه في اللقاء وكتب أحد المغردين لا يمكنني تصدق أن صلاح رمى زجاجة الماء غضبا من تسجيل فيرمينيو لهدف الفوز فقد كانت الحركة بمثابة تعبير عن ارتياحه بعد الغضب الداخلي بسبب مستواه المرجو تشجيعنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد بدعمكم نستمر